للمرة الأولى منذ سنوات يتمكن السائق صالح حسين من التنقل ليلا على طريق المرور السريع الرابط بين مدينة الرمادي غربي العراق ومنفذ ترابيل الحدودي مع الأردن صالح وآخرون من أصحاب المركبات يرون أن ذلك سيقلل من الوقت المستغرق وصولا إلى المنافذ الحدودية غربي البلاد فضلا عن إمكانية السير ليلا لتجنب حرارة الأجواء الصحراوية خلال ساعات النهار قبل مأساة بالليل ما نقدر نمشي وتدريب حوارض هذه السلال الحمد لله الطريق مأمن من قبل غواث الأمنية وشرطة وخير من الله نمشي على البرد بالليل بالنهار هوايا يظهر تدعب المكينة ومسافر يتحاب بس بالليل لا بالليل مكينة مرتاحة ومسافر مرتاح تسير دوريات أمنية لتعزيز سلامة المسافرين على الطريق الدولي فضلا عن نصب كاميرات مراقبة لرصد أي حركة مشبوهة إجراءات اتخذتها قيادة الشرطة في الأنبار بالتزامن مع إعلانها استئناف حركة سير المركبات ليلا على الطريق الدولي بعدما يخرب من عشر سنوات اقتضت فيها الظروف الأمنية غير المستقرة فرض إغلاق جزئي للطريق بين الساعة الخامسة مساء وسادسة من صباح اليوم التالي تم نصب كماء متعددة الكاميرات الحرارية تزويدنا بنواظير الحرارية بالإضافة إلى دعم مديرية حماية الطرق الخارجية بكل الاحتياجات للدعم اللوجستي سواء من مولدات أو كاميرات حرارية أو أي شيء يحتاجونه مستمرين بتحكيم هذه النقاط للوصول إلى أعلى المستويات بتأمين الطريق الدولي أمام نقل البضاعع والمسافرين بعد تحذير الأنبار من سيطرة داعش عام 2016 شرعت السلطات المحلية بإعادة إعمار الطريق الدولي بجزئه المار ضمن الحدود الإدارية للمحافظة والذي يبلغ طوله أكثر من 450 كيلو مترا كونه شريانا اقتصاديا مهما للبلاد وممرا حيويا لحركة البضائع والمسافرين مع دول الجوار مع استمرار التحسن النسبي للأمن في المناطق الغربية وكثافة انتشار القوات الأمنية يأتي قرار استئناف سير المركبات ليلا على طريق المرور السريع في الأنبار الذي من المؤمل أن يعيد حركة النقل والتجارة إلى ما كانت عليه قبل عقدين ضياء محمد الحرة الأنبار ترجمة نانسي قنقر